وإلى الأردن حيث احترف الشاب مازن العزب تصميم مجسمات الطائرات بكافة أنواعها العزب يصنع الأشكال يدويا باستخدام الخشب الأمر الذي أوصله إلى العالم بين شركات الطيران لتعتمد على أعماله في صناعة مجسمات مصغرة لطائراتها المزيد من التفاصيل في التقرير التالي طائرات على شكل مجسمات لم تحلق يوما لكن حطت رحالها مستقرة بين يدي مصممها مازن أول مصمم أردني لمجسمات الطائرات ما يزيد عن عشر سنوات قضاها في عالم أبدع فيه بشغف ليسطر اسمه في سماء مجال جديد بعالم التصميم بلشت في أواخر 2011 بتصميم أول مجسم طائرة كان من الكرتون المقوى وبعدها طبعا بلشت أطور من هاي المجسمات بلشت بالكرتون المقوى تودي كان المجسم ثنائي الأبعاد صار بعدها ثلاث الأبعاد ثري دي ونعرفت بصراحة يعني من السوشيال ميديا ومن تسويقي كان كنت داما أعرض صور المجسمات وأعرض أنه أنا عندي طموح واحد اتنين ثلاث خشب وأدوات بداية هي سر إبداعه أشكال تستغرق ساعات وأيام بين رسم التصميم وتقطيع الخشب أما الشكل النهائي فهو ما جعل من مصنعها سفيرا لأعماله ورمزا يحتذا به في أغلب شركات الطيران العربية والعالمية التي أخذت من هذه المجسمات قوالب حقيقية لطائراتها هذا المجسم حجم 30 سانتي استغرق شغل خمس أيام فقلنا منبلش بالمخطط الهندسي ومنجي لخشب السويد اللي هو زي ما احنا شايفين هون هاي قطعة الخشب راح تكون طائرة بنوع EC635 ايروكوبتر لكل طائرة حكاية وذكرى طورت من مهارة مصنعها وجعلت منه وجهة في تصميمها باحترافية مجسمات وصفت تفاصيل الطائرات لتتعدى بأشكالها طموح مصنعها وها هي اليوم تجول العالم محقيقة حلم مازن الذي بدأ بفكرة تحولت إلى واقع عبر عن حبه وشغفه لعالم الطيران آية السيد تلفزيون البحرين عمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر